اشتركوا في القناة اللي هي فكرة الغموط فكرة الغموط دي لو فضلت كده هتبقى عندنا مشكلة في ملفات مهمة جدا 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 الملفات المهمة والحساسة دي لازم نقعدوا نتكلم عنها زي ملفات علاقة الرجل بالجنس الاخر وعلاقة المرأة بالجنس الاخر لابد ان احنا نتكلم عنها ماينفعش يبقى فيها غموط زي القضايا المالية زي قضايا الاهل لازم نتكلم فيها باحتفاظنا لخصوصية في مسألة العلاقة الزوجة باهلها واحتفاظ الرجل بعلاقته باهله لكن ماينفعش ان احنا نفضل عاديين بنرسم صور صور وحوش بتتكالب وبيعملوا حاجات من ورايا لا لازم نوقف ده كله بان احنا نتكلم بعقل وبحكمة ولازم كمان نتوقف عن اي اشكال الصراع والالفاظ اللي بتشتمل على الاهانة وبتشتمل على التقليل لازم كمان نستشير خبراء اذا كانت المسألة وصلت بنا الى حد احنا مش قادرين نتواصل فيه لازم كمان واحنا بنتكلم في ده يكون عندنا شيء مهم جدا 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 ان احنا نزيل التراكمات بالمصرحة والمعتبة لو وصل للحال ولازم في الاخر نبتدي نصنع ذكريات جديدة عشان ان الحسنات يذهبنا السيئات ونبتدي اول سؤال مع الاستاذة مريم من الاسكندرية استاذة مريم سوى عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد لله انا اتطلقت ظلم طيب انا اتطلقت من غير اي سبب طيب وانا عارف يعني انا جزء يوصب عليك ده وهو بسمع كلام اهله انا هو يطلقني يعني هو اتطلقك وسمع كلام اهله فطلقك بغير سبب مي استاذة مريم استاذة مريم وطبعا انا مكنش بعمله مغل المعاملة حسنا انا بس يش كنت عايزة اسأل بس اتفضلي هم عليهم ذنب ولا كده ايه يعني انا كده لي حق عندهم اقول لحضرتك انا مش ادرى حزب العلي هو انا مش ادرى لان لان هو يعني وبعد ما اتطلقت لما اكتشفت ان انا حامل كمين يا شيف يعني الماني ورمع يالو عشان احنا مش ادرى لان اكلم حضرتك اوستاذة مريم في كل ده بصوا يا سيدة خلينا بس نقول ان احنا عندنا رسول الله عليه وسلم حذر الرجل ان يفسد المرأة على زوجها واسم دوت المخبب المخبب الذي هو في الحقيقة وكأنه بيطف النور وبيفسد الحياة الزوجية وحضرت النبي بيين ان الشخص اللي بيعمل الكلام دوت ملعون على فكرة انا دايما بقول للأهل اياكم تمشوا في طريق ابليس اياكم تمشوا في طريق ابليس واعوانه لان ابليس بيفرح قوي قوي باللي بيفسد الحياة الزوجية ممكن تكون انت وجهة نظركم من الاتنين دولا ما ينفعوش لبعض ارجوكم احتفظوا بوجهة نظركم لنفسكم هم من حقهم يجربوا لحياتهم وانتوا دولا مش ممتلكاتكم اولادكم مش ممتلكاتكم فاتقوا الله في اولادكم احنا يا سادة انا بقول لكم احنا لابد بشكل واضح لابد يحصل تأهيل للوالدين عند زواج اولادهم احنا عندنا مشكلة جديدة مشكلة جديدة ان الاهل مزاي زمان بيدعموا الزواج دلوقتي الاهل بقوا معبئة على الزواج بيتصرفوا تصرفات ما بتكونش داعمة للزواج يعني محدش يجي يقول لي يعني انت كنت راضي ان المرأة تتدرب وتروح لجوزها وترجعوها تاني انا محدش قال كده خالص عشان بس النفس الامارة بالسوق ما تفهمش كلامي غلط انا بقول اتقوا الله الناس فليقل خيرا او ليصمت اللي مش قادر يتدرب ارجوكم ايها الاباء والامهات لو سمحتوا منتدربوا ازاي تدعموا الاسرة الجديدة وانا هفضل لغاية ما يبقى في بلدنا هنا تدريب للزوجين للوالدين تدريب للوالدين للاب والام ازاي يدعموا الاسرة الجديدة لكن واحدة بنت مش عارفة ايه زنبها ولا هي عملت ايه اه انتوا شركاء في الظلم اذا كانت طلقها بغير سبب وانتوا قعنتوا على الاسم والعدوان اذا هو طلقها من غير سبب انتوا معتدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى هتقفوا قدام ربنا لو مش عاجبك شكلها مش عاجبك طريقة كلامها ما توصلش ان انت تدلها بيتها انت ترضى ان اولادك يتعرضوا لهذه المهانة او يتعرضوا لهذا الخطر اتقوا الله يا جماعة اتقوا الله في اولادكم اتقوا الله في احفادكم ماينفعش ان انت تقول عزي ان الولد ولد الولد وبعدين تيجي تعمل كده في اولادك في اولاد ابنك تخرجهم في اسرة غير مستقرة فاتقوا الله سبحانه وتعالى اما يا بنتي فهو ماينفعش يطلق يطلقك ويطلق الاولاد لا ده واجب عليه انه ينفق عليهم وواجب عليه كمان انه يرعاه ولو إنه الظاهرة الخبيثة التي ظهرت إن الراجل يطلع العيال اللي يطلع الأولاد دي دي ظاهرة خبيثة وأنا بقول لكم إلا هيساعم في نشر هذه الظاهرة الخبيثة هياخد اسمه واسم من يفعل مش له فاتقوا الله سبحانه وتعالى الأولاد ما بيتطلقوش الأولاد بيرعا ولازم الناس تفهم كده أنت عليك أن أنت تنفق على أولادك حتى لو طلقت أمهم دي حاجة من بداهيات الحياة ومن بداهيات هذا الدين فاتقوا الله سبحانه وتعالى أستاذ طارق من أسيوت أهلا سلام عليكم اتفضل يا أستاذ طارق أهلا بيك يا دكتور سلام عليكم عليكم سلام عليكم على فكرة ما أنا في الحقيقة مثل هذه الظواهر قبل ما تكلم أستاذ طارق أنا مع حضرتك بس مثل هذه الظواهر كفاية لإنها بتوجع القلب يعني أرجوكم يا أباء يا أمهات لو سمحتم على رسلكم بالراحة شوي بالراحة على البيوت بالراحة على الأولاد أولاد أصلا مش مؤهلين للجواز إحنا عملنا المبادرات عشان نآهل المقبلين على الزواج عشان الأولاد مش مستعدين فما تزودوش كمان واجع الأولاد وتدوسوا عليهم كمان فواحدة واحدة على أولادنا الله يكرمكم عشان نقدر المجتمع يتعافى أستاذ طارق أستاذ طارق من أسيوت تفضل أهلا بيك يا دكتور الله يبارك في حضرتك يا فانت يا مرحبا بيك كل حلقة بتعلم منك الله يرضى عنك ربين يزيلك المبادرات ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله عليك واستأذنك يعني كان الموضوع النهاردة جميل جدا بس نحط عليه 900 خطو 900 فكرة يعني يتتكرر ويتفهم منها يعني زي ما حضرتك بتقول يعني المصداقية لازم تبقى موجودة ما بين الليكين يعني ما تزعلش مني حضرتك ومراتك ما يجيش انت هتخبع على مراتك معلش معزرة وهي هتخبع عليك معلش انت مش متجوز كأجار حضرتك الراجل مش من الدنيا هي هتعرف ايه اللي كان بياخده يوم القيامة لما هتقف قدام ربنا انت ما واخدهاش كده ايه فسحة انت وهي فانت الراجل والست تمام انت مش مقجرين شقة على فكرة انت مش مقجرين شقة مع بعض ولا انتوا مع بعض في المدينة الجامعية يعني انتوا مش مع بعض في المدينة الجامعية بالضبط كده اللي انا عايز اوصل له هو تأمنى ان حضرتك تطمع من النقاط دي بنقاط كتيرة عشان خاطر ايه الحاجات زي ما زي ما كل شوية تاني انا بزعل والله يعني تعرف انا لما بلاقي مشاكل كتير وكل يوم والتاني واحد يطلع يتكلم بمشكلة ولا واحدة تطلع بمشكلة انا ببقى زعلان النقطة دي فبالله عليك يعني خلي الحوار ده حاط مستمر على رأس عند حديك سؤال والست سطرق نعم عند حديك سؤال اه انا هكمل بس الساعدينك بحتي بتتين صغيرين فضل انا كدك السؤال اتمنى ان يكون في خطب الجمعة يعني كلنا حفظين كلنا عارفين وكلام ده بس يكون في خطب الجمعة حاجات زي دي حاط بجد صدقني لان الراجل والست والصغير قاعدين وشايفين واللي مقبل على الزواج شايف وسامع عشان خطر لم يجي طا عنده فكرة فذكر فان الزكرة تنفع ايه المهميني صح كده يالله يا سيدي دي الحتة التانية السؤال سؤال وصح حضرتك بالنسبة في حاجات دلوقتي للأضحية تمام يعني فيه سكة كده في الأضحية يقولك انا هدك الأضحية قصة هل ده جائز يعني انك انت تاخد مثلا ايه السبع مثلا السبع بتاعك انك انت يدهلك على قصة طول مرحلة السنة هل ده جائز بس أستأذنك يعني في النقطة دي وحنا دخلين على شهر ايه كريم يعني فنتمنى تفاصيل الحاجات كلها تبقى واضحة حاضر يا سيد حاضر بصوا يا جماعة احنا خلينا بس نقول اوانا باشكر لأستاذ طارق على على هذه الجزء اللي ولاني من المكالمة واكمل على سؤاله اللي انا عايز اقوله بس ببساطة خالص اني لازم نفهم اني فكرة الغموض دي مش باب من أبواب الراحة فكرة الغموض هي فكرة الجلوس في الظلام لازم نفهم كده اللي بيمارس الغموض هو مش بيرتاح هو قاعد في الظلم إلا لما يخرج بالضلم بقى عايشوفه ربنا بيوريكم فعشان كده بلاش الغموض نرجع بقى لسؤال لأستاذ طارق الأستاذ طارق بيقول حاجة مهمة جدا 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 انا عايز افهم بس اقول حاجة انا هتكلم على الفتوى هتكلم على الحكم بس هتكلم كمان على اطار هذه الفتوى اطار هذه الفتوى انا عايز اقولكم حاجة مهمة جدا جدا اي حاجة اي مال بتصل اليه وتحصل عليه انت او اي خدمة بتحصل عليها انت عن طريق ان حد بيجيبها لك وانت بتقصد تمانها دي جائزة يعني اذا كان واحد هيشتري لك حاجة وهيقصد لك تمانها دي جائزة الكوباية دي التابلت ده الترابيزة دي كل حاجة حد هيشتريها لك ويقصد تمانها دي مفيهاش حاجة حتى على فكرة حتى لو كان هو مش شغال في ده لان في الاخر خالص هو قادر على انه يسلم لك ده ولا ما يسلموا لكش قادر قادر على انه يسلم ده فاي حاجة هتكون بالقصد في اي حاجة في حياتك دي جائزة بيكون بقى السؤال فين تبافرد هو مش شغال في الموضوع ده حتى لو مش شغال في الموضوع ده وهيشتري لك ده ده اسمه بيع بالقصد فاذا كنت انت هتاخد ده ويقصد لك عليه يقصد لك عليه شهر شهرين تلاتة اربعة مفيش مشاكل فالبيع بالقصد جائز البيع بالقصد جائز جائز في ايه في كل شيء يبقى البيع بالقصد جائز في كل شيء واضح؟ واضح انا بقى عايزة اتكلم في اطار شويتين تلاتة في اطار مهم جدا 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 انا لا احب الاغرق في الديون يعني ايه لا احب الاغرق في الديون احنا عندنا فكرة الاستطاعة يعني الشخص احنا عندنا الأطحية سنة مؤكدة الأطحية مالها سنة مؤكدة وأنا لا أحب يبقى إذا أن ده جائز ولا مش جائز جائز بس خلاص الحكم هو أن ده جائز خلاص أنك تشتري ده جائز ليه طيب؟ لأن أي حاجة تستلمها وتدفع تمنها وتدفع دمانها مقصطا فده جائز فالبيع بالقسط جائز طيب إيه اللي أنا عايز أتكلم عنه؟ لو سمعتم إحنا الآن لازم ندير احتياجاتنا لازم ندير احتياجاتنا فأنا شايف أن إحنا نفكر بعد كده في إمكانياتنا والله سبحانه وتعالى إذا كانت دي إمكانياتنا فالله سبحانه وتعالى إذا كنت أنا مش قادر سيعطيني الثواب وكأني قادر فأنا عايز أعمل إيه؟ ما ينفعش إن حد يستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا ويستدين هنا عشان هو لازم يعمل اللي كان بيعمل وهو قادر على دفع دامنا فأنا عايزة عايزنا نفكر شويتين تلاتة في الرشادة في كل شيء في الرشادة في كل شيء وإياكم في مسألة الأغرق في الديون أنا ليه قلت كده؟ لأن السؤال اللي بيقوله استاذ طارق وكأنه عنده حاجة هو ما أقدرش يقولها لي إيه الحكاية؟ إحنا كل حاجة نستدين فيها كده فأنا عايزكم بس نعيد التفكير مرة تانية آه صح ده جائز لكن نعيده تفكيركم في الاستدانة بشكل واضح لأن الوقت عندنا اللي إحنا فيه دلوقتي مش وقت توسع في الاستدانة ده مهم جدا لكن وقت إيه؟ إدارة للموارد يعني فيه حاجات أنا أنا تنازل عنها وفيه حاجات مش هنقدر نعملها يعني فيه ناس كانوا بيعملوا عمرة كل سنة نصحتي إن هم يحفظوا على أولادهم أكتر يحفظوا على تعليم أولادهم أكتر مش هو يصر على إنه يروح لعمرة وأولاده محتاجين إنه هو فيروح يستدين لا 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 نعيد هيكلة نفقتنا مرة تانية لأن الوقت ده وتمحتاج ده جدا 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 السيدة محمد من القيارة تفضل السيدة محمد تفضلي آه السيدة محمد عبل متيجي عبل متيجي يا سمت محمد عبل متيجي وقت التلفزيون واسمعيني من تلفون الله يبارك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هتكوني وصلت لغاية ما زي حضرتك طيب تفضي علي الحمد لله ربنا جزيك خير ان شاء الله يرد عننا طيب تفضيلي قولي حضرتك ايه انا عملي حاجة كده غريبة تفضيلي انا متجوزة بالي 17 سنة طيب ابني يعني ابني كبير ابن عم 17 سنة طيب وبقى انت بتجوزه من 18 سنة اه طيب اه جزي بقى في حاجة مشكلة يعني عنده ايه عايز تجوز عايز تجوز عايز تجوز كده عايز تجوز ثلاثة ولا هو عايز يعني بيكرر ان هو عايز تجوز على طول لا يعني يعني احنا 이�نا بص يا دكتور احنا بيننا وبين بعدينا بصراحة طيب احنا بيننا وبين بعدي صراحة متناهمة انت وجوزك يعني اه اصحاب يعني طيب السؤال فين بقى طيب فين السؤال السؤال ان انت قلتلك اتجوز وارح اتجوز انا بقى لي 17 سنة ما بفتحش تليفون جوزي ولا بفتحش فيه ولا بفتحش في محفظته ولا بقوله انت رايح فين ولا جاي منين الخلاصة فتحنا التليفون اسمعي بس اسمعي يا أمم محمد الخلاصة فتحنا التليفون ولقينا في حاجة لا ماشي لقيت مكالمات طيب فين السؤال السؤال ان هو انا منساعت ما قلت له خلاص اتجوز وخلاص واتكلمته واترانا مش هتطلق انا اقعد معيالي انا معي ولادين كبار طيب هقعد معيهم بس ما تجيش هنا انا مش حاجات ايوه يعني هو السؤال بتاع حضرتك هو انا من حقي ان انا اقول له افضل مراتك من غير علاقة خاصة ده سؤالك لا حضرتك انا انا دلوقتي احنا هنا في البيت عايشين اموات طيب يا امم محمد يا امم محمد ربنا يحيكم في حياة سعيدة ممكن تقوليلي سؤالك ايه لو تكرمتي سؤالي انا اعمله ايه تاني افضل من انا انا قلت له خلاص ونروح اتجوز طيب حتى الولاد حسين بتغييره حتى الولاد حسين من هو ساكت وما بيتكلمش ما بيقعدش في وسطينا هوetosبس preguntas حسنه خمسةاربعين سنة نعم حسنه خمسةاربعين سنة او لا كام سنكام سنك ami اسمها أزمة منتصف العمر محبش أسميها كده لكن بسميها يعني مرحلة اختبارات منتصف العمر مش أزمة ولا حاجة الراجل عنده أربعين سنة وهو حاسس إن الحياة وبعد الأربعين الحياة بتتغير كلها بتغير إيه؟ بتغير جسديا بتغير فكريا بتغير زينيا أسوأ حاجة بقى أن يكون الواحد يدخل المرحلة دي وهو مش عارف هو يعمل إيه ولذلك رسول الله سلام قال بل الإنسان الله سبحانه وتعالى قال بل الإنسان وعن النفسي بصير وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك هنا بقى هو ده وتبقى مربط الفرص إنه كان لابد أنه يستعد للمرحلة دي المرحلة دي مرحلة بيبقى فيها ألوان من السعادة مختلفة هو إيه اللي حصل؟ بيحصل للرجالة والستات في الوقت ده حاجة بيحس بيها أن عمره فات لأنه إيه؟ حاسس أن السعادة واللزة والمتعة اللي هو عملها عدت والرجالة عندهم مشكلة شوي إيه المشكلة؟ إنه هو بيحس إنه هو دلوقتي بقى عنده الإمكانيات اللي تخليه يعمل اختيارات أحسن من الاختيارات اللي عملها زمان آه يا سيدي أنت ممكن تعمل الاختيارات دي بس أنت بتعيش في إطار أخلاق في إطار منظومة من القيم أنت لو عملت ده أنت لو عتروح تتجوز حد أسرى منك سنن عشان أنت عندك فرصة أفضل أو عتروح تتجوز حد تاني بس أنت ضامن أن أنت ما تظلمش؟ طب أنت ضامن أن أنت تقدر توفي؟ طب ضامن أن أنت تقدر تراعي أولادك؟ طب لو مش ضامن بتعمل كده في نفسك ليه؟ عشان عتقعد فترة سنة ولا تنين وتفضل ترجع تاني تلاقي الجواز الجديد مش بالمشاكل الجواز الجديد بالمسئوليات والمسئولية هو إثبات لمعنى الرجولة فأنت لو كنت هربان من الجواز ده عشان فيه المسئولية أنت سمتها ضغوط وبعد ما سمتها ضغوط سمتها كبس على نفسك المسئولية يا سادة عنوان للرجولة ولذلك حضرت النبي قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته فدي رجولة فاللي أنت بتعمله ده وتبتهرب منه عايز تروح ترتاح مع حد تاني فأنت كده وكأنك بتهرب من مسئولياتك بتهرب معنى الرجولة فأنا رأيي أن أنت واحدة واحدة بس وارجع لأولادك وحاول تعيد المسألة مرة تانية ويريد تكون سمعني وأنا بقول كده لكل حد وأنا بقول كده لكل حد بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يفكر في الفترة دي الفترة دي محتاجة نكون مستعدلها ونهدى شوي محتاجين أن نحن نوسع في استخدام مهاراتنا وقدراتنا محتاجين أن نحن نبص للحياة بشكل تاني محتاجين أن نحن نكون أكثر حكمة مش محتاجين أن نحن نبحث عن المتعة لما نعمل كده حاجات كتير هتتغير في حياة يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا تكلمنا عن الغموض أرجوكم الغموض لا يأتي بخير وكذلك لازم نكون فهمين أن الغموض مش معناه أن نحن مبقاش في خصوصية لكن الخصوصية لا تعني أن كل حياتك خصوصية الخصوصية تكون في الأشياء اللي بتطلبت بأشخاص آخرين لكن لما تكون خصوصية مرتبطة بنفس حياتكم في حيات كتيرة جدا جدا لازم نكون شفافين وواضحين فيها تعالوا نتعامل بوضوح عشان كل واحد فينا يرتاح قلبه يرتاح باله ونكون في أسعد ما يكون كل ما نتعامل مع بعض ونبعد كل البعد عن الصراع وعن الإهانة وعن التجريح كل ما إحنا عن نكون أفضل ما تحاولش تحمي نفسك من زوجتك لأنها مش عدوتك وما تحاولش تحمي نفسك من زوجت لأنها مش عدوك اتعاملوا مع بعض بوضوح مش هتحتاجوا لا للدروع ولا هتحتاجوا لكل أدوات الحماية اللي أنتوا بتستعملوها كونوا قريبين من بعض كل ما القلوب بتكون قريبة من بعض كل ما بنقعد مع بعض أكتر كل ما بنتكلم كل ما بنتحاور كل ما بنخرج مع بعض كل ما بنكون قريبين من رحمة ربنا قلوبكم دي عبارة عن كؤوس ربنا يحط لكم فيها المودة والرحمة فما تقفلوش الكؤوس دي بالغموط خلوها مفتوحة عشان ربنا سبحانه وتعالى عيمدنا ويزيد مدده علينا لما كل واحد فينا يكون عايز يريح شريك حياته ويجبر بخطره ويجبره بخطر بعض مبالاها الغموط لأن الغموط ده باب من أبوال موت القلوب يا رب احمي قلوبنا يا رب وكمان املى قلوبنا يا رب بالرحمة والمواد ده وخلينا دايما من أهل جبر الخواطر وخلينا نرى أن الغموط ظلمة وأن الوضوح والاقتراب نور فيا نور نور قلوبنا وحصن بيوتنا بكرمك ورحمتك يا رحيم يا كريم يا رب العالمين